السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم اليوم سوف نرى حل التحدي الـ Power Query الذي اضطناه على اليوم الاسبوع لكن سوف نبدأ الأول فأقلم من دقيقة سوف نرى التحدي كان بيقول ايه بالضبط عندي تابل فيه اربعة كولوم عندي جدول تاني صغير عايز استخدمه عشان اعمل بحث داخل قائمة الموظفين او داخل جدول الموظفين البحث سيكون بالدبارتمنت يعني مثلا لو كتبت هنا Supply Chain سوف نرى انتر و اذهب على الـ Query طبعا هذا جدول خارج من الـ Query و سوف نقوم بـ Refresh سيجب لي الناس الموجودة في Supply Chain طب لو زودت بعد كده لو قلت مثلا عايز كمان الـ Finance سوف نقوم بـ Refresh سيجب لي Supply Chain او Finance لكن عايزك تاخد بالك Power Query Case Sensitive ولكن هنا انا كتبت من غير مراعي Case Sensitive يعني كتبت Supply Chain كلها صغيرة مع ان هي في اللستة S capital و C capital لكن انا كتبت كله بحروف Small letters او حروف صغيرة يبقى انا عملت بحث داخل القائمة بحث متعدد ممكن احط اكتر من Department ويجي لي اللستة بتاعتهم كمان تجاهلت موضوع Case Sensitive اللي موجود في Power Query يعني باي شكل تدخل الحروف بس مظبوطة ستجيلك الإجابة في الـ Query طبعا بعد ما تعمل Refresh النهاردة هنحلل التحدي ده بطريقتين الطريقة الاولى باستخدام User Interface والطريقة التانية باستخدام معادلتين بساط جدا من معادلات M code اللي هما table.sect rows والتانية list.contains الحال الاولاني انا هعمله باستخدام Merge والصراحة كنت مجهزه من البداية ولكن بطريقة مختلفة شوية عن اللي انا حوالها للكو النهاردة لان من ضمن الحيول اللي جات لي جالي حيول من ثلاثة من المشاركين في الحل الاستاذ عبدالله مشعل والاستاذ محمد رباح وليفي ثماج التلاثة استخدموا حاجة اسمها فازي ماتشنج للامانة انا مفكرتش فيها في البداية ولكن عجبتني عشان كده دخلتها جوا الحل بتاع ميرج وحنشوفها مع بعض وشكرا جدا ديم هما التلاتة يلا على طول نبدأ ونشوف الحل باستخدام Power Query Editor او User Interface دول التو تابلز بتاعنا الاولاني اسمه Data زي ما اتفقنا والتاني اسمه Filter List انا هنا حطيت Two Values والتنين خد بالك انا رأيت فيهم Case sensitivity يعني بدأت اول حرف وابقيت الكلمة Small زي بالزبط الطريقة اللي موجودة هنا فحنبدأ الاول نحل المشكلة او نحل التحدي من غير موضوع وبعد كده هنشوف ازاي نحل الكيس انستيف انا قرأت اعملت بيهم اثنين كويريز واحدة سمتها Merge عشان هنا هنحل بطريقة والتانية سمتها Filter List تعالي نبدأ بالفلتر List عندي Two Steps الستيب الاقوانية Source والستيب التانية ان انا بس غيرت الديتا تايب خليته Text نرجع على Merge نفس الكلام Two Steps اول واحدة بس جبت السورس باستخدام excel.currentworkbook وبعد كده Change Type وضبطت ال Types بتاعت كل الكلام الخطوة اللي بعد كده ان انا من داخل الكويري اسمها Merge هعمل Merge للكويري التانية اللي اسمها Filter List علشان اقدر اجيب الحاجات المشتركة وانا واقف على هوم هروح على Merge Queries هيفتح لي الويندو المشهورة بتاعت المرج هاختار من ال Tabel الاولاني ال Column اللي اسمه Department وتحت هاختار ال Tabel التاني وليكن ال Filter List وهاختار منه برضو Department ال Default Left Outer لكن انا مش هستخدم Left Outer انا ممكن هستخدم Right Outer او هستخدم Inner انا هستخدم Inner لان Inner بيجيب لي بس الحاجات اللي فيها تشابه بيجنور الباقي كله وبيجيب لي بس ال Rose او الصفوف اللي فيها تطابق او تشابه ما بين الاثنين مع بعض وتعالى بص كده تحت كتاب لي ايه The Selection Matches 5 of 20 يعني فيه خمسة ماتشز من العشرين رو فيه خمسة تطابق من العشرين صف اللي موجودين تعالى بعد كده نقول له اوكي ونشوف ايه اللي هيحصل اضاف Column جديد اسمه Filter List وحنلاقي زي محرك شايف كده بالزبط ان عدد الصفوف قل من عشرين الى خمسة يبقى لي بس الصفوف اللي انا محتاجها وانا كده عملت عملت الفلتر مزبوط 100% القولم ده انا مش محتاجه انا شفت حلول كتيرة منها ان الناس بتستخدم Left Outer وبعد كده تعمل Expand وبعدين تعمل Delete للنل والكلام ده كله لكن انا مش محتاج اعمل كده انا بعد ما عملت المرج مش محتاج القولم ده خالص وحقول له Remove وكده الكويري جاهزة ممكن اروح اقول له Close & Load هو كان معموله Load قبل كده As Connection Only يبقى ممكن اعمل Right Click وأقول له Load 2 وتعالى نختار Table ونحطه مثلا في Column J وندوس على OK وقادي حضرتك الدنيا ماشية تمام الناس اللي في Finance والسيلز تعالى نجرب برضو مثلا Legal وندوس Enter ونعمل Right Click و Refresh الدنيا ماشية تمام تعالى نزود Sell فضية ودي برضو مهمة جدا Right Click و Refresh تمام ما حصلش اي حاجة طب تعالى نعمل Duplication وده السبب اللي خلاني وانا بعمل عملية Merge اختار Inner او اختار Right Outer الان هتدوك نتيجة نتيجة مزبوطة لكن لو اختار Left Outer وكررت اي حاجة هنا زي ما اعمل هنا كده بالضبط سيعمل لك Duplication وده بعض الناس اللي بعدتي الحلول وقعت في الحتة دي فانا بنبه هنا عليها لا ما تعملش Left Outer استخدم Inner او استخدم Right Outer سيدي لك الصفوف بعد الفلتريشن من غير اي تكرارات تعالى نشيل سيلس دي خلاص وتعالى نصغر شوية حجم التابل ده وتعالى مثلا على Legal ونغير مثلا نخلي القل في الاخر Capital وندوس Enter وتعالى نعمل Red Click و Refresh اللي هيحصل Legal هيختفي يبقى هو كده مش حلل لي مشكلة الكيس sensitive يبقى انا محتاج ارجع تانى واشوف حل الموضوع ده هرجع تانى على الكوية اسمها Merge واعمل Double Click وهنا انا هستخدم الفكرة اللي جات لي من ثلاثة من المشاركين الاستاذ عبدالله مشعل والاستاذ محمد رباح وثماج التلاثة بعتولي الحل اللي هنشوفه دلوقتي حالا هرجع على الخطوة بتاعت المرج وهدوس على الويل او الترس اللي جنبها العجرة اللي جنبها دي علشان نعدل فيها وهختار option ظريف اوي اسمه Use Fuzzy Matching الفوزي ماتشنج ده بيخليك تعمل بس للتكست يعني خد بالك لازم التو كولومز يكونوا تكست لو انت عندك كولومز فيها ارقام مش هيشتغل معاك الفوزي ماتشنج الفوزي ماتشنج في بعض الابشنز لو استخدمتها هتحللك المشكلة دي لو فتحت السهم الصغير ده هتلاقي عندك بعض الابشنز لموضوع الفوزي ماتشنج انا هختار منهم بس Ignore Case يعني ما يفرق معاك اذا كان كيس سنستيف او مش كيس سنستيف في بعض الابشنز الاخرى لكن مش هنقشك كلها ولكن باختصار الفوزي ماتشنج بيساعدك انك تعمل بيسموه زي الاسل كده approximate matching او تطابق تقريبي وليه بعض الابشنز انا هختار بس منها المراتي عشان سواء كانت الحروف capital او small مش هتفرق و هيعمل الماتشنج بشكل صحيح تعالى ندوس اوكي تعالى بس كده ادنات غيرت دلوقتي الليجل رجع زهر تاني الخطوة اللي بعد كده مظبوطة مفيش مشكلة ممكن اقفل و اقول له كيب و تعالى نشوف ايه اللي هيحصل حيعمل الريلودنج و قادي الليجل رجع زاد تاني تعالى مثلا نغير السيلز و خليها كلها capital ورايت كليك ورفراش مفيش مشاكل شغالة معاك كويس قوي تعالى ناخد مثلا حاجة زي supply chain كلها small ورايت كليك ورفراش اضاف بشكل مظبوط جدا جدا الحل التانى باستخدام مكود فانكشنز و كما قلنا هنستخدم 2 فانكشنز مع بعض table.select rows و بعد كده list.contains انا قريدي عملت كويري تانية بس ما في هاجر خطوتين برده source و change type مسمتها list underscore contains عشان نفرقها عن التانية الحل بسيط جدا و سريع جدا كل ما هعمله بس ان انا هعمل فلتر هروح على ديبارتمنت و هعمل اي فلتر بشكل عشوائي و ليكن مثلا هختار طبعا هشيل select all و بعد كده اختار مثلا finance و هدوسها على اوكي فعمل لي فلتر و ازود لي خطوة اسمها filtered rows تعالى بقى اخش على فهم البار و اشوف عمل ايه بالزبط استخدم function اسمها table.select rows و ادىها table التابل ده جاي من الخطوة اللي قابليها اللي هي change type وبعد كده استخدم الكي وورد اللي اسمها each و الكي وورد اللي اسمها each لازمتها انه بيقول لو سمحت تنفذ الاكشن التالي على كل ال rows على سطر سطر من التابل اللي انا مدهولك و بعد كده ادانه ال condition اللي هامل بيه ال filter قال له department yosabi finance فانا بعد كلمة each هشيل كل حاجة هعمل delete انا هستغل بقى ايه الاكشن اللي حصل عن طريق ال user interface و انا هعدل فيه عشان اوصل انا عايزه بالزبط فهدلت كل حاجة بعد كلمة each و ابدأ هنا استخدم list.contains و بعد كده افتح قوس عشان ادي arguments طالب مني اول حاجة list as list فين اللستة اللي انا عايز اعمل جواها search فين اللستة بتاعت ال filteration اللستة بتاعت ال filteration زي ما احنا عارفين موجودة في ال queer اسمها filter list فحابده اكتب له filter list اهي موجودة هنا ممكن اختارها حتى بالماوس لكن خد بالك هو عايزها in a form of list عايزها listة مش عايزها table يبقى له فتحت square bracket و كتبت هنا اسم ال column هيحوله الى list مفيش مشكلة خالص فممكن اكتب هنا department يا رب اكتبها مظبوط عشان مغلطش في ال spelling اعتقد كده مظبوطة وبعد كده هطلع برا square bracket و اعمل كاما وبعد كده عايز مني ال values اللي هيقارن بها ال values اللي هيقارن بها موجودة فين موجودة في نفس ال table ال table اللي اقصد بيه اللي خارج من خطوة change type اللي هو انا مديهوله هنا فموجودة في نفس ال table ده ولكن في الكرم اللي اسمه department يبقى عشان ادي له كرم من ال table اللي اسمه change type اللي هو ال table الاصلي بتاعنا هفتح برضو square bracket وقل له برضو department وبعد كده اعمل علامة الصح وتعالى نشوف هيعمل ايه الفلتر متغيرش finance بس و هقول لك دلوقتي حالا هنسيب الكويري زي ما هي تعالى نقول له close and load انا قريدي كنت اعملها لها قبل كده as connection فممكن برضو اغاير load option هعمل red click وقل له load 2 وهاختار table ونحطها مثلا في column O وندوس على اوكي وزي ما انت شايف جايب لي بس الفينانس لان السيلز وليجل وسبلاي تشين مش مراعين الكيس سنستيفي طب تعالى نجرب نكتب سيلز بشكل طبيعي ونشوف الفونكشن شغاله ولقى اهو حاكتب سيلز واقف هنا وقل له لو سمحت red click وrefresh اضاف لي السيلز يبقى الفكرة الاساسية شغاله بشكل كويس قوي لكن الحاجات اللي مش متراعي فيها الكيس سنستيفي هي اللي ماجاتش معايا ونفس الكلام حرجعتيني واشوف الحل بتاعها اخرج على list.contains وعمل double click وحرجع الخطوة الاخيرة وفتح وحروح على الفونكش اسمها list.contains وبعد ما دخلت له الاول الليست بتاع الفلتر والكلام اللي حيقارن بي ممكن بعد كده اعمل كاما لان فيه argumentari optional اسمه equation criteria انت عايز تعمل عملية التطابق او عملية السيرش ازاي هستخدم جواها فونكشن موجودة بتبدأ بكلمة comparer فحب ده اكتب comparer وادي الاختيارات هختار حاجة اسمها comparer.ordinal ignore case لو اختارت دي يبقى هو كده هايجنور الكيس انستيفي طبعا انا برضو حلول جات لكتيره عن طريقه وكلها حلول صحيحة لكن الناس استخدمت فيها انه يعمل column جديد كل الحروف او يخليها lower case كل الحروف وبعدين يرجع يقارن بنفس الشكل مع خطوات كتيره كلها صح ولكن مجرد بس انك تحط دي هيعمل اللي انت عايزه بالضبط هنعمل انت صح بص بقى كده ايه زود كل حاجة بشكل هيل جدا close and load هيرجع يعمل reload تاني والاثنين اهو بقى مستبقين تعالى نعمل اي تغيير تعالى نشيل واحدة ولو رحت على data to refresh all هيرفرش الاثنين مع بعض ماشين مع بعض زي الفل لو استخدمت حاجة تانية مثلا زي marketing باي شكل ولكن كلها capital وبرضو عملت refresh all الاثنين هيشتغلوا معاك بشكل هايل جدا الفقرة الاخيرة والمحببة طبعا ليا جدا ان انا اشكر كل الناس اللي شركت معايا بالحل او حتى بمحاولة الحل لكن النهاردة عايز برضو اخص بالشكر الثلاث اسامي اللي بعتولي الحل بتاع الفازي ماتشنج لانه صراحة ما كانش على بالي في الاول انا كنت فكرت فيها بشكل مختلف فبنشكر الاستاذ عبدالله مشعل وبنشكر محمد رباح وكمان ليفي ثماج شكرا للباقين كلهم استاذ سمير طبيل فتحي طاها شهاب الصغير عمر شعبان انتوني سوفي عثمان ابو زياد شارات جوبتا عمر افاكير احمد نجيب جيري دي لاسالة اشرف حواش محمود ابو العزم روي ويلسون جهندارا بيستا زياد شرف شمسان احمد شنواني سعيد مبركي زهور خان ويا عمر فؤاد يا ربك كون نطاقة الاسامي كلها مظبوط وما كونش نسيت اي حد وانا بقول الاسامي شكرا جدا ليكو وشوفكو في التحدي الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة